موسيقى 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 نحن نحضر الحفلة لعامو يازين وانا نحب يسر وكنت استنى فيه من قبل اسمي ربقالة أمنا موسيقى لنفرج على الحفلة حولي من حبث انا بكم جبتو لنا تزهيو لنا لولاد وانتوما نورمال ما وانتوما هوا اللي تزهوا الدنيا خاصة لا تليبيزيون هي اللي نترقبها بشكلنا حاجات أحسن حاجات أبضل اسمي سيرين لقبتي حفابي نمت بس جدنا نحضر الحفل العميسي سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يضيفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يضيفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يبلغاكم مقلوبنا فرحانا فالعم ياسي يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم أقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال عم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم مورت يا أحبابنا إن شاء الله يهدى بالكم في ذلي لمعانا العم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم شكرا 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 مساء الخير أعلى بالكم ورانا ديرين مسابقة مسابقة باش نشوفوا المدينة الأكتر تفاعل مع حفلات عم يزيد مساء الخير مدينة تبسة المدينة الجميلة مدينة الكفاح مدينة الأثار مدينة التاريخ مدينة عريقة وجميلة جدا 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 على بالكم بلي عم يزيد يحب مدينة تبسة بطريقة جد جميلة لأنه عندي ذكريات وعلى بالكم بلي عم يزيد كان يزور مدينة تبسة ومن قبل ما يدير حسة مع عم يزيد إذن اليوم رأنا هنا في هذا الحفل الجميل هذا الحفل المنظم من طرف جمعية تيفستيس والمكتبة الرئيسية للمطلعة برعاية مجمع الشروق شركة رامي وشركة شيبس مهبول حبينا اليوم نرحبوا بالضيوف لرب معنا اليوم مرحبا مرحبا بكم مرحبا بكم أحبائي كنا قلنا اليوم بلي هذا الحفل رح يناسب مناسبة هذه المناسبة هي اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات أنا عندي سؤال بسيط رح نبدأ به هذا السؤال يخي على بالكم وقتش اليوم العالمي هو اليوم اليوم يعني خمسة أكتوبر أنا حبيتكم تقولوا لي في أي سنة بدأت اليونسكو يعني دونوا هذا اليوم وقتاش في أي سنة بدينا نحتفلوا بهذا اليوم في أي سنة شكول يعرف عطوا الميكرو لصديقنا إذن شكول يعرف في أي سنة بدينا نحتفلوا يلا يلا قبل ما يروحوا الانترنت يلا 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 شفنا الشطرة هذه صديقي شفنا الشطرة هذه واسمك بنتي سجد ويسال ويسال شحل في عمريك عصر سنين الله يبارك شطرة في الدراسة في أي سنة بدينا نحتفلوا يعني العالم بدي يحتفل بهذا اليوم 1963 لا 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 بعد شوية بعد 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 هذا شكول يعرف شكول يعرف تعالي تعالي هنا بنتي تعالي تعالي يلا تعالي منها منها بنتي 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 روحي منها يلا 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 عطولها الميكرو تعالي تعالي يلا تقدمي شوية إذا وقتاش بدينا 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 لعالم يحتفل واسمك بنتي تسنيم تسنيم اسمك شباب شحل في عمريك عشرة سنين عشرة سنين شطرة في الدراسة الله يبارك وقتاش بدينا نحتفلوا به في 1974 وقتاش بدينا نحتفلوا به وقتاش بدينا نحتفلوا به وقتاش بدينا نحتفلوا به كترزموا شحل 14 سنة عم بلي 14 شهر 14 سنة وقتاش بدينا نحتفلوا بهذا اليوم وليدي 2011 لا لا قبل شوية شوية قبل يلا يلا أولاد تبسا يلا أطفال تبسا واسمك ولدي عبدالحي 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 ثمانية سنين وقتاش بدينا نحتفلوا بهذا اليوم في 1992 للا 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 شكون شوف الشاطرة هدي واسمك بنتي آيا آيا ما في أمريك آيا ثمانية سنين ثمانية سنين وقتاش بدينا نحتفلوا به في عام 1994 1994 او 1894 ومشا في عام 1994 من أي قرن اللي أعطاك الجواب لازم يعطيهه لك كامل أي سنة 1900 ونعطيه كليك الهدية أو لها وقتاش 1900 1900 واش 1994 تعالي إذن أحبائي تصفيق عليها نص تصفيق عليها ونص تصفيق عليها معلش يلا إذن بدنا نحتفلوا باليوم العالمي للمعلمين والمعلمات تعالي بنتي روحي في سنة 1994 شكون هادك ريكان يقول لك يخدم مع بابا يخدم مع باباك آه باباهم خبين يقول وباباك معرفش وعليش باباك ما قل لك قال لي المرة اللولة وفتحها وش قل لك قال لي المرة اللولة وش قل لك قال لي 24 آه هو قل لك 94 برك خصتك الشطر الآخر أي معلش نعطرها الهدية أعطيه الهدية تحا أعطيه الهدية تحا إذن أحبائي منذ 5 أكتوبر 1994 بدنا نحتفله بهذا اليوم إذن بنتي عودي ذكرهم باسمك آية آية الشاطرة ربي سون بنتي إذن تفق على آية تفق على آية رامي راعي برنامج مع عم يزيد وحفل عم يزيد يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تتفدي بها بنتي أتفضلي تفضلي يا الله تتفق عليها تتفق عليها أحبائي واش رأيكم عم يزيد دار أغنية واش نقولو قم للمعلم قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون كاد المعلم أن يكون رسولا أحبائي احترام المعلم مهم جدا مهم المعلم يقدس المعلم يحترم يا أحبائي حتى الأولياء هذا نداء لما مثلا ولدكم ولا بنتكم يجي جدك من المعلم ولا ما لازمش الاندفاع ما لازمش الإنسان يتعصب ويروح يندفع بالمرات الطفل هو بريء على كل حال ولكن أحكي لك الحكاية كما يحب يحكيها هو إذن لازم دائما نتأكده ونروحه هي على كل حال الأولياء اللي عندهم دائما تواصل مع المعلمين ما عندهم مش هاد المشكل لأنهم يتلقوا مع المعلمين مرة في الشهر ومرة في الأسبوع ولا ما كانش مشكل ولكن الأولياء اللي عمروا وما شاف المعلم بالطبع لما يجي يوليد ويقولوا معلم دلي كذا ولا كذا رح يندفع بلك احنا ماذا بينا نكون بعاد على هاتش لأن المعلم يقدس من فضلكم يا أولياء ويا تلاميذ المعلم يقدس كاد المعلم أن يكون إذن تغنوا كامل معي معلمي معلمي من كل جهل سنتني كنت جوابي عند سؤالي وعقبت ذنبي من أجل صلاحي أحبائي معلمي معلمي يالله تغنوا معي معلمي 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 للعلم أنت شدتني إلى العلاق قدمتني معلمي 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 من كل جهل سنتني إلى المشد صاحبتني معلمي 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 سوتتني علما نورت به دربي كنت أبن وأمه يا نعم المربي كنت أبن وأمه كنت أبن وأمه يا نعم المربي معلمي 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 للعلم أنت شدتني إلى العلاق قدمتني معلمي 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 إلى المجدد صاحب تلي معلبي معلبي تحملت دعا بي في القسم ومساحي وعاقبت ذنبي من أجلي صلاحي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلم قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجدد صاحب تلي معلمي معلمي وقفت بجنبي إن داق بي حالي وقفت بجنبي إن داق بي حالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلم قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجدد صاحب تلي معلمي معلمي واسمك يدوي إجلالا وحفرانا يا صاحب السمو أهديك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلم قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجدد صاحب تلي معلمي معلمي شكرا شكرا واسمك يدوي إجلالا واحتراما يا صاحب السمو أهديك السلامة أحبائي المعلم ثم المعلم أنا بالنسبة لي كي أن الله سبحانه وتعالى من بعد الوالدين ومن بعد المعلم من فضلكم يا أحبائي المعلم يحترم وكنت جوابي دوما في سؤالي أحبائي منزيتش نوصيكم هذا وعد احترام المعلم هذا وعد برافو 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 تحبوا الأسعيلة ولا تحبوا الهدايا أكثر الأسعيلة الهدايا خلاص ما زلك الهدايا أحبائي تعالوا 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 أعطلوا الميكرو خذ الميكرو تعالوا أصدقائنا سؤال ثاني سؤال ثاني عنده هدية جميلة كذلك السؤال الثاني يقول كم عدد الولايات التي تحد ولاية تبسى وما هي سهل اه تفضل لهم سهل كم عدد الولايات التي تحد ولاية تبسى وما هي ما هي ما هي يا تورا يا تورا ما هي هوليك هوليك إذن شوف شاطرة هدي شوف شاطرة هدي الولايات وسمك بنتي وسمك ولاية لا 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 وسمك بنتي تسنيم وسمك بنتي تسنيم تسنيم مش حل في عمرك تسنيم تسعة سنوات أني شوف فيك لبس هدية أختك لي معك؟ قربي قربي بنتي توأم أنتما؟ نعم واسمك أنت بنتي؟ إسراء إسراء شحال في عمرك؟ ثمانية سنوات تسعة سنوات آه هي تقول تسعة عام بعد إنتيا ثمانية أقوله توأم برافو برافو تسعة سنوات؟ أي يلا مدام أنتما توأم نعطكم هدية وحدة إليها جاوبتو ولكن كل وحدة تعطينا شطر سؤال كم من ولاية تحد ولاية تبصى؟ خمسة 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 وقلا حسبتي تونس ولاية خمسة خمسة تونس ليست بولاية كم من ولاية جزائي؟ أعطي الأختها أعطي الأخت أعطي الأختها بلك دقيقة واسمك بنتي؟ إسراء كم من ولاية؟ ستة ولاية تسعة ستة ستة حسنا شعورة ستة ماليش شوفوا الناس شاطره هدي؟ واسمك بنتي؟ سيرين 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 ما حذلك سيرين؟ سيرين حداش مصناء ما حذلك؟ حداش الله يبارك الله يبارك. شطرة في الدراسة. كم من ولاية تحد ولاية تبسة؟ أربعة. أربعة أربعة أحبائي أربعة. يلا الشطر الثاني من السؤال ما هي هاد الولايات؟ خانشلا خانشلا أم البواقي أم البواقي سوق اهراس سوق اهراس الوا الواد تعالي تعالي أحبائي ولاية تبسة عندها ربع ولايات تحدها هذه الولايات هي خانشلا أم البواقي سوق اهراس والواد يا ابنتي تونس ليست ولاية هي بلد شقيق ولكن الولايات التي تحد ولاية تبسة هي أربعة أعطيه الهدية تحورها هي الشطرة هدي تعالي تعالي بنتي تعالي أعطونا الهدية تحا إيش حجمتي معدل في الأول ستة والثانية سبعة والأخير ستة ستة سبعة بعد ستة نعم وستة سبعة ثمانية المرة الجاية ثمانية الله يبارك إذن بنتي دكينا باسمك سيرين إذن شبس مهبول راعي برنامج مع أم يزيد ورعي هذه الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تسفدي بها شك العفو العفو شكرا بنتي شكرا ما زال ما زال ما زال الأسئلة ما زال الأسئلة أحبائي وش رأيكم أم يزيد دائما 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 يحث الأطفال على الجد يا أطفال الجد هو طريق المجد عمو يزيد لكم أغنيا نقول فيها يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذه عادتي لازم تكون لعادة تعكم هي الجد يا أحبائي يلا تقنوا كامل معايا يا ابني شمر للجد فالجد يلا يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم تصبح أنجب من في القسم والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين فاسعى إليه ولو في الصين يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجدي واللهوي فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجدي واللهوي ما بين الجدي واللهوي فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المطلع فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المطلع يا ابني شمال يجد فيجد وعنه مجد هذا قولي هاني عدتي فالدنيا ميقان الكب برافو فالدنيا ميدان الكب أحبائي طريق النجاح صعب طريق النجاح صعب ولكن الجد والمثابرة يقضيوا على قاعة الصعاب يا أحبائي ما لجزمش الواجبات تعكم تتراكم عليكم لأنه تراكم الواجبات واشن حبي تعطي لي وردة تعالي 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 بالعمرك ربي يخليك ربي يخليك رمس أحبائي تراكم الواجبات شيء لازم تبتعدوا عليه يجب تنظيم الوقت نظم وقتك عند الصحو ما بين الجدي واللهوي تلعب حقيقة جميل اللعب ولكن لازم ادي الواجبات في وقتهم تعرفوا الأغنية تاعة الواجبات ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب تغنوا كامل معي ويلاتي يا ويلاتي ويلاتي يا ويلاتي لن أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ويلاتي يا ويلاتي لن أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب قبل بدء الدرسي قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صمتي أفكام قبل بدء الدرسي قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صمتي أفكام ويلاتي يا ويلاتي لن أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ضيعت وقتي سودا باللعب معرفاتي نسيت فرود الغداء وصرت الآن في محزيخي ضيعت وقتي سودا باللعب معرفاتي نسيت فرود الغداء وصرت الآن في محزيخي ويلاتي يا ويلاتي لن أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراكب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرا وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرا وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة ويلاتي يا ويلاتي لن أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي وتلميذا مشتهدا ليفرح أمي وأبي من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي وتلميذا مشتهدا ليفرح أمي وأبي ويلاتي يا ويلاتي لن أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب نشكر عمو يزيد على هذا الحفل اللي يمتع الأطفال ونتمنوا يعودها مجديد إن شاء الله حاجة تشرف ويلاتي بس على باك ويجبوا لنا لنا وفرحوا لنا لأولاد وعنا ماذا بينا نتمنوا يتواصل من ويلها دعنا فرحوا لنا ديما ديما الأطفال تعنا بي حاجة بيها يديهم ياسر 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 ونشكروه نشكروه نشكروه ونرحبوا به وجميع من زارونا من هنا بلناتو غرباء لولا يتبس لنا ديما مهما يكون مهما يكون وكل أخياء ولا لعنا شكرا لأنكم علمتونا هذه الأسئلة شكرا شكرا لأشكركم جميعا اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عم يزيد حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عم يزيد بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر عيد ميلادك أحلى عيد تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عم يزيد إذن أجمع خمس قسيمات من علب حلي برامي ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي وسوف نهديك هدية عيد ميلادك هيا صفق ونغليل هذا البرنامج برعاية رامي شبس مهبون قدم لكم هذا البرنامج اشتركوا في القناة